في الحرب الروسية الأوكرانية أكدت روسيا مقتلى خمسة أشخاص وجرح ثمانية عشر آخرين في قصف للقوات الأوكرانية على مدينة بيرغرود الحدودية وأوضحت السلطات الروسية أن دفاعتها الجوية أسقطت أربعة عشر صاروخا فوق مدينة بيرغرود ومنطقة بيرغرودسكي ما ألحق أضرارا بشرية ومادية من جانبها أعلنت الحكومة الأوكرانية أن القوات الروسية تشنت هجمات على العاصمة كييف وعلى مدين أخرى ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص وجرح ثمانية آخرين مشيرة إلى أنها تمكنت من اعتراض نصف الصواريخ البالغ عددها ستة وعشرين صاروخا وأشارت الأنباء إلى أن القوات الروسية سيطرت على مزيد من الأراضي في شرق أوكرانيا وقطعت طريق إمدادات القوات الأوكرانية الرئيسي إلى مدينة أبديميكا